السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي هاد نهار ان شاء الله نتكلمو على فوائد كلوريد السوديوم اللي هو الملح العادي ديالطعام في تربية الارانيب بمقاييس موزونة اذا قبل ما نتكلمو على المقاييس ديال الملح اللي ممكن اننا نعطيوه الارانيب ديالنا نتكلمو اولا على الفوائد الفوائد هي في حقيقة ممكن اننا نتكلمو عليها بوحد طريقة غير مباشرة علاش؟ ان الملح ماشي ماشي هو يعني مني نعطيوه الارانيب يعني كي يقويهم ولا كي يدر فيهم شي حاجة لا الفوائد ديالو كما قلت بها طريقة غير مباشرة بحلاش الطريقة غير مباشرة وهي بزاف ديالي كومونتيرز لاحظ كي يجيوني على حساب في القناة ديال ديالو سومدي على حساب الارانيب ما كيبغوش يشربو الماء خصوصا المرضي عاصبي اننا الى بغينا نتكلمو على الحليب ضروري حساب الام خصوصا تشرب الماء وحتى الفيطان كيكونوا نقصين في الماء ما كيبغوش يشربو الماء وخاك نحطو لهم الماء ما كيشربوش الماء اذا ننهضرو على هاد الموضوع انا الطريقة المباشرة هي اللي غادي ننهضرو على هادابة يعني يلمشينا تحت اعطينا الانيب ديالونا الملح الملح العادي الملح ديالطعام ملح عادي ديالطعام سموكي وقع وهو نديرو لهم واحد العملية ديال التعطيش كونو متأكدين الارنب كيبغوش ما بغي يكون نديرلو واحد مثلا نقولو انا يعني الاكل ديالو هادا ودرتو واحد قريصة ديال الملح مع هاد الماكلة هادي كي يكل كي يقيصو لسانو في الملح كيمشي مباشرة يشرب الماء يعني هاد القادية هادي ممكن ديروها الارنب ديال الفيطام لانه اغلبية كي يجيهم الكوكسي دية فزاف ولكن المهم فهد الحلقة هادي وهو الامهات الموضيعات اللي ما كيبغوش يشربو الماء وكيقل الحليب ديالهم في الحلامات بس مو كيوقع كيوقع ان الصغار ديالهم كيتضروا كيقلقوا الوفايات ان هادو كالصغار علاش لانه رغم انه احنا نقولو مثلا كين عدد الصغار قد عدد الحلامات ولكن كين مشكل ديال انه الحليب قليل الحليب قليل راه من الماء الماء ما كتشربوش بزاف هي ما كتشربش الماء بزاف الام ما كتشربش الماء كتكون ماء ملاهية مع الصغار ديالها مع الماكلة كتكون يالله ديك الدم في السمن اللولة عاد كتغسل فراسها المهم وكيكون عوتني المربيته هو كيعطيها يعني الذكار في ديكلوقيتها كتكون مهم كتكون الام ديرانجية وخاكتشوف لما قدامها كتكون بقى ما كتشتمش بصحة بصحتها كما في الاول اذا قريصة ديال الملح ممكن انها تفك هاد المشكية بالاضافة ان ان الملح الناس اللي يعني اللي جربوه منهم انا لاني جربته كين هادروا بعض الفوائد وهو الناس اللي عندهم الارنب فيها التسلسل التسلسل وهو ديك السلسل اللي كيكون كتكون الارنب بدك يضعاف مثلا الموضيعات كيكونوا في اول ما كيولدو كيضعافوا بزاف يعني قليل ديال الارنب اللي كيولدو وكيغلادو كيبقاوا بصحتهم اغلبية كتكون من فوخة تكتفش كتبلك يعني الارنب ولا مفشوش ما كيبقاش كيم مكان اذا اسمه هي هاد القادية هادية هادية انه ما كيبقاش في النظام الغذائي السليم ديالو ممكن ان هذا التسلسل اللي كيكون يعني عند الارنب الارنب الام الملح انه يفك الموش كيب واحتى فقدان الشاهية يعني الملح راوا بمثابة فاتح للشاهية لان اسمه كيوقع الارنب كي يدوق هاداك الملح وحلوخال جرعة صغيرة كي تبدل عليه الموضاك ما كيبقاش مهم كيمشي اول حاجة كيشرب الماء مني كيشرب الماء صافي كي فمو كي تعود على الأكل صافي كي يقولي كي ياكل مزيان كي يقولي نورمال احنا كنقوله صافي الشاهية دياله رجعت اذا الملح راه عنده الفوائد دياله ولكن مشي تشدوا مثلا واحدة ملعقة كبيرة وتديروها مع شوية ديال الأكل لا راه نصف ملعقة كافية نصف ملعقة كبيرة كافية انكم تديروها مع كيلو ديال السكرين يعني خاص الأرنب غي تدوق هذك الملح إلا مشي تدوقه راه كي مباشرة كيمشي يعني الماء كيشربوه بعدها هو اللغول كان فاقيت الشاهية كيتحرك يعني كي ياكل كانت الأم المرضيعة ما كتباش تشرب الماء ومديرون جيا معا الولادة وهدي كي كتدوق شوية ديال الملح في لسانها كاتمشي مباشرة كتشرب الماء النتيجة أنه عندنا صغار بصحة جيدة إن شاء الله إذا ندي الحلقة ديالنا بلا ما نطول عليكم كنظن أني وسط المساج هنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة جميلة غاديم الدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة احنا ديني فالقناة كأننا عائلة وفعلا راحنا عائلة إن شاء الله اخوة عند الله تكيوا على زر جامب ساندونا بزر الجامب باش نزيدوا القدام وما تنسوناش وتكيوا على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة موسيقى